اشتركوا في القناة وهو المسلس الذي به تتم التنمية والرؤية الجديدة التي يتمتع بها معالي الوزير ومعالي المحافظ من ناحية الحكومة والرؤية الجديدة التي يتمتع بها قطاع الأعمال والرؤية التي يتمتع بها المجتمع المدني متمثلا في مؤسسة مصر الخير هي هذه الرؤية الجديدة التي ستناسب مصر الجديدة وتناسب المحاولة الجادة في القضاء على المشكلات وإحاطتها وتجاوزها وبناء مصر حقيقية ترجع إلى مكانها ومكانتها مصر كلها خير ولكن تحتاج إلى عمل وعمل دائم وتحتاج مع هذا العمل إلى علم لأننا من غير العلم سنتخبط وتحتاج مع هذا العلم إلى قيم لأنه من غير هذه القيم فسوف تهضر أعمالنا ويهضر علمنا وبهذا المثلث أيضا بالعلم والعمل والقيم ونضم إليه الأمل الفسيح مع العمل الصحيح سنصل إلى مبتغانة وهنستطيع أن نتغلب على هذه المشكلات التي تراكمت وهذه المشكلات التي نحن فيها نتجاوزها إن شاء الله تعالى بنجاح كبير يثبت أن هذا الشعب شعب أصيل وأن هذا الشعب بالرغم من مرور مدد عليه لم يكن في رابطة واحدة هو سيتجه إلى الهدف المموض به وسوف نعلي هذا البلد مرة أخرى ليعلم العالم كما علمه دائما كيف هذا؟ هذا بنسق مفتوح نتعلم من الآخرين نبدأ بجدية نعمل ليلة نهار من أجل هذا البلد نتعاون وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإن قل ولذلك سنستمر إن شاء الله وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن ينقلنا من دائرة صخطه إلى دائرة رضاه وأن يؤلف بين قلوبنا وأن نعمل سويا متعاونين أفراداً وهيئات ومؤسسات وحكومة وشركات نعمل لصالح هذا المواطن الذي يستحق منا كل هذا العمل ونعمل هذا من الناس للناس ولوجه الله سبحانه وتعالى حتى نستطيع أن نصل إلى مبتغانة شكرا لكم